بنتي قليلت الأدب وعايزة تتربى من أول وجديدي حماتي يا صراميل اللي جاي السعادة مالك يا بنتي فيه ايه ايه اللي معيبتك كده ايه شانت تدومك اللي انت سايبها عند الباب دي وفاق يا بنتي فاهميني طلقني يا ماما جزي طلقني يا ماما وضربني ورمال بره البير مشانت تدومك كده يا ماما طب تعالي عود كده يا بس يا حيبتي ويستاهدوا تعالي فاهميني واحدة واحدة ايه اللي جارب حاضر يا ماما حاضر ايه ايه احكي بقى وليلي ايه اللي جارب الزبط كل الحكاية يا ماما اني شايفاه بقاله يومين كده مهتم بالموبايل خالص وليل ونهار قاعد على الموبايل ولو دخل الحمام واخد الموبايل معاه قلت اكيد في حكاية وفي وراء انه ايه وبعدين مفيش يا ماما خليته نايب وحاولت افتح الموبايل بتاعه ومعرفتش اتريب البصمة بتاعته فاروحت حتى اصابه على الموبايل راح مفتوح واتشفت اكبر خيانة لي يا ماما عمل ايه يعني المزغود ده انا هحكيه لك اهو يا ماما اسمعين لقيته بيكلم وحده على الموبايل بسميها فيفي وعمل على واتساب نازل حب وهيام وعمل يديها كل مشاعر الحب مع انه والله يا ماما ما بيقول لي كلمة حلوة وحدة في البيت بيقول لها ايه يعني يا بيت خلاصي كاتب لها وحشتيني قوي يا فيفي انت فيني مبارح ما كلمتنيش ليه ده انا عدت متسنى تليفونك بفرج السابر وهي رد عليه وبتقول له معلش يا بيبي تل وراء شوية حاجات بعملها وجوز كانت عبني وطالبت لي حاجات كتيرة فما كنتش عارف اكلمك الواطن معفن يعني هو كمان بيكلم واحدة ومتجوزة ها يا بنت واه تاني مفيش يا ماما وانا شفت الكلام من هنا وانا معدتش شايف حاجة قدامه والدنيا سودة رحت ايما مصحياء الفجر قلت له اسحى يا اخويا فوك موفيك موقف هنا ايه الارف الا الامبالك ده ايه قالك ايه بقى كل اللكم هامور انت فتحت الموبايل اätze انت فتحت الموبايل ازاي الموبايل بالبصمة انت عامل بصمة انت بتدخله و تقول تعطيت الجسسة على الموبايلي اه ساب الموضوع الاصل وعادي لفي حوالا ا karna الموبايل ومش الموبايل بالضبط كده يا ماما فقلت له انه حطو السابر على الموبايل رح سيب كل الموضوع وقال لي ايه اللى انت لعملتين하고 وفتحت عليها و قدت شكت المحادثات طب تشدها بالله ما انت عادة في البيت و راح رميني يا ماما بره بشنطة هدومي والعيال بقى يا حلوة فان في الموضوع هنا العيال كانوا نايمين يا ماما صبتهم نايمين و نزلت اعمل اه و ياريت على كده و بس ما انا بقى ما تكتلوش يا ماما قدته بدماغه و قلت له يعني انت قليلي الادب و ما انتجمت ربي و كمان عايش طلعني بره البيت اه و بعدين راح مناولني باللوكمية في عناي يا ماما زي ما انت شايفة كده اشتني يا بنت ما شوف مين اللي جاي على الباب ده اهلا يا سبع البرنبه اهلا يا سيد الرجالي يلا عطيك امانة عينها معاك رجعتها لي بالمنظر ده هي دي الامانة اللي يا ابوها الله يرحم و وصك عليها هي دي اللي قالك عينها في عينك بنتي قليلت الادب و عايزة تتربى من اول مجدد يا حماتي و انا برب مراطي في حاجة؟ اه يا اخوي في حاجات و حاجات و حاجات ما بقى موت يا اخوي بربيلي بنتي لو بنتي غلطت اتصل علي و اقول لي بنتك غلطت و انا هاجه اضربها قدامك لكن انت تمدي ايدك على بنتي ده استحاله و مقبلوش ابدا دي بنتي ناس و من عيلة ما انتاش واخدها من الشارع ترميها في نص الليل كده بشان تقدومها و تقولها بالسلامة بقولك ايه حكم انا محترم نفسي بس عشان تست كبيرة غير كده والله هاغلق بس بقى يا محمود في اللي عملت فيه احضر اللبس كده بتتكلم مع عمي قديني ساكت و مش فاتح بوقي ها هاتيجي تروحي معي عشان العيالي راما جيت البيت هنا عندي تبقى تتكلم معي انا مش تتكلم مع بنتي و اجيه للكلام انا و ان كنت مفكر ان البيت ده مفيش في راجل عشان ابوها مات بقى غلطان ده انا ستة اه بس بميت راجل والبنية اللي انت اديتها لبنتي اهي قصادها اهي بيتمدي ايدك علي اه زي ما مدت ايدك علي بنتي و فكرت اني ملهاش راجل بقصر منعظة انا ما عدت دخل البيت ده تاني هتيجي تروحي لأولادك ولا هتخليك عدم عمك هروح معك عشان العيال خليكي يا بنتي عززي من نفسك و خليلك كرامة كده ما تمشيش معاونة هجيب لك حقك و هجيب البلات والعيال لغاية هنا في البيت مش عايز اعمل مشاكل يا ماما عشان العيال انا هرجع بيتي يا ماما عشان خطر ولادي وبس لكن هو والله ما يستهل قدت هنا و سيبته حاسبي الله و نعم الوكيل فيه حاسبي الله و نعم الوكيل فيه براحتك يا حبيبتي انت قادرة بمصلحتك اعمة يا حبيبتي بتبوكي مفتوح في اي وقت يوم ما تحس انك تخنقت ولا الدنيا دقت بيكي تجيب تبوكي مفتوح وتجيب عيالك معاك هشيلك جوا عناي و هشيلك فوق دماغي مع السلامة يا حبيبتي و خلي بالك من نفسك و كلميني كل شوية تمنين عليك حاضر يا ماما